السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كرة البلد كرة البلد في كل بيت في البلد في هذه الحلقة حلقة الحصريات حلقة يعني بنتابع مع حضراتكم في هذه الحلقة على الهواء مباشرة ومن ملاعب المصرية دور القسم الثاني النهاردة أقيم يعني بالأمس وأول أمس المجموعة الأولى مجموعة الصعيد وهنعرف مع حضراتكم من نتائج وترتيب المجموعة وبيجرى حاليا المجموعة الثانية مجموعة القاهرة والمجموعة الثالثة مجموعة بحر واسكندرية وحتى الآن نتائج يعني الأرض ما بتلعبش مع أصحابها الرجاء المطروحي مغلوب على أرضه من غزل المحلة 1-0 وضمنهور مهزومة على أرضها من دي كيرنس 1-0 والمنصورة خسرانة على أرضها من فارقه 1-0 وأيضا النتيجة الداخلية خسرانة على أرضها من منتخب السويس 1-0 هنتابع مع حضراتكم مع مراسلين من كل الملاعب المصرية أول بأول النتائج القسم الثاني أولى فقراتنا في هذه الحلقة فقرة الأخبار أولى الأخبار معنا النهاردة الخطيب يشكر رئيس المقصة بعد الاحتفاء بالأهلي وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر لللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقصة بعد المشهد الحضاري الذي شهده استاذ القاهرة وقيام لاعبي مصر المقصة بعمل ممر شرفي للاعب الأهلي أبطال الدوري قبل انطلاق المباراة التي جمعت الفريقين وتقديم الورود للفريق بمناسبة لقب الدوري 42 في تاريخه والخامس على التوالي تاني أخبارنا النهاردة قرارات لجنة الانضباط باتحاد القرى مرنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة قرط القدم ست مباريات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه وأيضا إقاف محمد رمضان مساعد مدرب بلدية المحلة مباراة ورئيس المركز الإعلامي بنادي بلدية المحلة ثلاثة مباريات وأيضا حفظ الالتماسات المقدمة من نادي ايف سي مصر برفع العقوبات الموقعة من اللجنة ضد بعض العاملين بالفريق والإبقاء على العقوبات كما هي ثالث أخبارنا النهاردة تأجيل الجولة 19 و20 في القسم الثاني المجموعة الأولى مجموعة الصعيد المجموعة الصعيد كانت تقام يوم 25 تسعة تم تأجيلها اليوم 26 تسعة بمباراة الإعلاميين والألمونيوم ديروت وبترول أسيوت الفيوم وبني سويف تلفونات بن سويف والمينيا والبنك الآلي وصهاج وطهطة وشبان قنة أما الإسبوع العشرين تم تأجيله من يوم تلاتين تسعة إلى واحد عشرة مباريات صهاج مع طهطة المينيا مع البنك الآلي بن سويف مع تلفونات بن سويف بترول أسيوت مع الفيوم والألمونيوم مع ديروت والإعلاميين مع شباب قنة رابع أخبرنا النهاردة أحمد العدوي حكما لمباراة الزمالك وطنطة اليوم اختارت لجنة الحكام الرئيسية الكابتن أحمد العدوي لإدارة مباراة الزمالك مع طنطة التي ستقام في السامنة مساء اليوم على الساد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مصابقة الدوري المصري وطاقم التحكيم مكون من حكم المباراة أحمد العدوي مساعد أول هشام طلب مساعد ثاني خالد حسين حكم رابع محمد عبد الحافظ وحكم فيديو مصطفى متحت ومساعد حكم فيديو مصطفى الشهدي الجدير بالذكر أن حكم أي مباراة في الدوري المصري بيحصل على مبلغ خمس تلاف جنيه في المباراة بينما المساعدين وحكام الفيديو بيحصل كل منهما على تلات تلاف متين وخمسين جنيه أما الحكم الرابع الغلبان بيحصل على ألفين جنيه خامس أخبارنا النهاردة رسالة غامضة من المهدي سليمان بعد مباراة حرس الحدود أصار المهدي سليمان حارس مرمى فريق بيريميدز الجدل بعد مباراة فريقه أمام حرس الحدود التي جمعتهما مساء أمس الإثنين باستاذ الدفاع الجوي في الجولة السامنة والعشرين والتي انتهت بفوز بيريميدز بهدف مقابل لا شيء أحرز الهدف جون أنطوي وشهدة المباراة تألق المهدي سليمان عقب المباراة كتب على صفحته الشخصية توكلت على الله فيما هو قادم خامس أخبارنا النهاردة نتائج أمس من الدور المصري أمبي يفوز على الإسماعيل 1-0 طلاقع الجيش يفوز على ودي دجلة 1-0 سموحة يفوز على المصر البرصعيدي 2-0 بيريميدز يفوز على حرس الحدود 1-0 الأرض بتلعب مع أصحابها أعزائي المشاهدين بهذا الخبر يكون انتهينا من فقرة الأخبار نطلع فاصل نشاهد احتفالية النادي الأهلي بمناسبة فوزه ببطولة الدور المصري لرقم 42 ونرجع لحضراتكم مرة تانية رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين الكرام في الفقرة التانية من برنامج كورت البلد كورت البلد في كل بيت في البلد في هذه الحلقة معنا يعضفنا في هذه الحلقة لاعب ناشئ بالنادي الإسماعيلي ونادي القناة حصل على دورات تدريبية في التدريب وأيضا راعي فريق مركز شباب أبو شحاتة بمحافظة الإسماعيلية لو باع كبير في السحرة المستديرة كورت القدم كلاعب وكمدرب وحاليا راعي ومستثمر معنا ومعاكم النهاردة الكابتن ماجد سلامة إزايك يا كابتن ماجد أعلن وسهل أنا كابتن وأعلن بيك ومتشكر جدا على التقديم الجميلة اللي أنت بتقولها دي أنت بنورنا ومشرفنا في كورت البلد النهاردة تسلم يا كابتن شرف بيك إن شاء الله يا كابتن ماجد يعني أنت حضرك من الإسماعيلية ولا صوت يعلو في الإسماعيلية نادي الإسماعيلي بيؤدي هذا الموسم موسم استثنائي قد يكون مهدد بالهبوط ما رأي حضرك في أداء نادي الإسماعيلي هذا الموسم؟ والله طبعا وإحنا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم كده هو الإسماعيلي دلوقتي بيؤدي موسم ما شفناهوش في حياتنا تمام الإسماعيلي مهدد بالهبوط أداء غير طبيعي ما شفناهوش قبل كده لعيبة مش عارف هل اللعيب من الإدارة هل اللعيب منين بس للأسف إحنا مش متعودين على الإسماعيلي بالشكل ده تمام مشاكل كبيرة بتقابله من البداية خالص هجوم كبير على مجلس الإدارة هجوم كبير على اللعيبة ما فيش حد مركز في المجال بتاعه في مشاكل كتير وفي حاجات كتير قوي مش واضحة لنا كلنا واضحة لكل الناس بسببها هو الإسماعيلي في المكان اللي هو فيه دلوقتي يعني الإسماعيلي ما باعتمدش على أبنائه حاليا يعني هي دي ممكن تكون يعني هي نقطة يعني أن ما فيش حد من أبناء الإسماعيلي هو بقود الإسماعيلي حاليا للأسف والله هو الإسماعيلي بقاله فترة قطاع النشيئين في مشاكل كبيرة تمام بيعتمد اعتماد كلها على الوسائط ما فيش ناس مؤهلة أن هي تأهلك نشيئين زي الأول أن هي تتصعد كان زمان الإسماعيلي بكل موسم تلقيم صعد خمس ست لعيبة وبعد كده يتبعوا الأندية كبيرة دلوقتي ما فيش المجال ده لأن المشكلة فعلا موجودة من تحت تمام يعني ما عادش برازيل مصر ولا حاجة لإسماعيلي للأسف وأن نسمع عن الإسماعيلي نادي الإسماعيلي بيقدم كرة برازيلية يعني كرة جميلة متعة بيحب المشاهد الكريم أن هو يشاهد فريق الإسماعيلي للأسف فهو إحنا ما بنشوفش لعاب الإسماعيلي خالص ولا اللمسة الوحدة ولا التحرك ولا أي فكرة من مدرب أو من اللعيبة اللي موجودة محدش أخذ على لعاب الإسماعيلي محدش عارف يعني إيه تشيرت النادي الإسماعيلي تشيرت النادي الإسماعيلي ده عشان كان حد يلبسه كان موضوع كبير تمام دلوقتي ممكن أي حد يخش النادي الإسماعيلي تمام أي لعيب ممكن الإسماعيلي يجيبه دي ما بقاش فيها يعني لو تابعنا كده كابتن ماجد جدول الدور المصري يعني الآلة حصل على البطولة بـ 73 نقطة ثم الزمالة 55 هنشوف بقى الأندية اللي تحت الأندية اللي تحت نادي مصر ونادي طنطة لاتنين ضمنوا الهبوط خلاص يعني نادي مصر 20 نقطة ونادي طنطة 18 هنجي بقى بعد كده ودي دجلة 27 الجونة 28 حرس الحدود 29 المصر البورسعيدي 29 الإسماعيلي 31 نقطة يعني المصر والإسماعيلي الاثنين اللي كانوا بمثلونا في إفريقيا بينفسوا علشان ما ينزلوش السند الجدول بقى صعب جدا صعب جدا أنك تلاقي في آخر الجدول في المصر البورسعيدي والإسماعيلي لا الموضوع بقى صعب وغير طبيعي المشاكل دي المفروض الناس تبص لها بشكل مختلف لازم يكون فيه احترافية غير الكلام اللي بيحصل ده فيه تكبر من الناس وفيه مش عارفين أنا الإسماعيلي هيروح بينا الفين للأسف تمام أنت أنا أخش بعد كده كابتن ماجد أنت حضرك بشغال في مجال استثمار صح؟ الاستثمار الرياضي في الأندية الرياضية يساعد الأندية في أداء دورها ما رأي حضرك في الاستثمار الرياضي أنت حضرك كأحد الشباب اللي بتستثمر حاليا في الأندية كنت ماسك راعي لفريق مركز شبابة وبشحاتة وعملت مع نتائج طيبة جدا هذا الموسم يعني رأي حضرك في الاستثمار الرياضي والله هو الأول إحنا لما نيجي نتكلم على الاستثمار الرياضي هو إحنا بننقذ حاجات كتير بننقذ إحنا عندنا مثلا في إسماعيلية بنتكلم على نادي الإسماعيلية ونادي القناة أكبر أندية بيخرج منهم لعيبة كبيرة ما بتتسعطش ما بتلعبش فريق أول فاللعيبة دي ممكن تكون يعني من وجهة نظر الناس تانية أنها مميزة جدا لعيبة تلعب دوري ممتاز لعيبة كبيرة بس للأسف بيبقى فيه نسبة حظ شوية فيه نسبة عدم توفيق اللعيب ده ما بيقدرش يلعب درجة أولى أنا يعني توجهت بالفكرة أن أنا أروح للعيبة دي أن أنا أجيبها أجمعها اللعيبة دي لو اتمرنت كويس أو أخدت شكل مختلف شوية لعبة خدت خبرة أكيد هيكون لها دور في الدوري الممتاز وأكيد هيكون هتطلع درجة درجة وهتطلع لفوق وهتبان وهتروح أندية كبيرة لأن الإسماعيلية مليانة مليانة لعيبة كبيرة وأنا بتوجه للحتة دي أنا رايح للعيبة الناشئين بتاعة الإسماعيلي وقانا لأنه دول أفضل لعيبة موجودين ممكن أن احنا نشوفهم بعد كده تمام ما تختار لهم مدرب كويس مدرب محترم يديهم الفكرة الصحة يحفظهم يديهم تياخدوا الخبرة باللعب بتاعت شوية بعد كده هتلاقي اللعبة دي إن شاء الله موجودة في درجة الممتاز طيب بعد كده يعني لقاحة المسابقات ونظام الصعود والهبوط في القسم الثاني والقسم الثالث وجهت نظرك قراعي لأحد الفرق وجهت نظرك في هذه الرؤية في لجنة المسابقات بالنسبة للصعود والهبوط في القسم الثاني والثالث والله للأسف يعني أنا ربما دخلت النادي بعدين قعدنا بعد ملعبنا لقينا اللايحة الجديدة جاية إن بيقول لك خمس أندية هيهبطه طب بناء على إيه أنا بعد ملعبت بيتقولي على الشروط تاعت المسابقة واللايحة تاعت المسابقة المفروض إن أنت بتدهاني قبل قبل ما ابتدي وقبل ما بلعب وقبل ما ما يكون الموسم ببتدى خالص أنت جاي جايبها لي في الآخر كمان بعدين خمس أندية أنت بتتكلم يعني أنا عندي مثلا 14 فريق أو 14 فريق في المجموعة أنت بتتكلم في مثلا التلت طب إزاي هتهبط تلت طب أنت يعني بناء على إيه حطيت اللايحة أن أنت هتهبط خمسة بعدين الموضوع صعب فيه أندية كبيرة ما كانتش مستعدة ممكن أو الموسم بتاعها أقل شوية فالموضوع هيبقى صعب عليك أن أنت تنزل خمسة تلت المجموعة كتير طب خد بقى الكلام الجديد يا كابتن ماجد يعني حصري لبرنامج كورة البلد هذا الموسم إن شاء الله ما فيش فيه هبوط يعني هيتم إلغاء الهبوط نظرا للظروف اللي الدولة كانت بتمر بيها وفيه فكرة هناك فكرة كبيرة جدا في اللجنة الخمسية بالتحاد القورة الكلام ده على مسؤولية ببرنامج كورة البلد فكرة إن الدوري المصري هيقام بنظام المجموعتين ما فيش حد هينزل من الدوري المصري هيبقى السنة الجاية 21 فريق هيتم تقسيمهم لمجموعتين مجموعة 10 ومجموعة 11 هيصعد الأول والتاني من كل مجموعة يتقابله في الدور قبل النهائي واللي يفوز من هنا ويفوز من هنا قبله بعض في النهائي واللي يفوز يقض على بطولة الدور ده بالنسبة للموسم القادم بالنسبة لهذا الموسم في القسم الثاني هيصعد الثلاث أوائل مجموعات يعني الثلاث أول مجموعة الصعيد مع أول مجموعة القاهرة مع أول مجموعة بحر واسكندرية هيصعدهم مع الثمنتاشر فريق اللي هما في الدوري المصري ما فيش حد هينزل يبقى 21 فريق بالنسبة للقسم الثاني ما فيش فيه بوط وهيصعد أوائل المجموعات من القسم الثالث مباشرة ما فيش دوري ترقي هذا الكلام من مصدر موصوق به مش يعني يعني اتحاد القورة أو اللجنة الخماسية خايف يقولي الكلام ده علشان المسابقة لسه شغالة أنا بقوله وانسمع الكلام ده في نهاية السوزن في نهاية الدوري بالنسبة للقسم الثاني والقسم الثالث والدوري الممتاز الكلام ده هو اللي هيتاخد وبالنسبة للقسم الثالث ما فيش فريق هيهبط نظرا للظروف اللي بيمروا بقى الدولة ليه لما تجيب لي انت لعيب من شهر اتنين يا كابتن ماجد مظبور وتلعبوا لي في شهر عشرة يقعد ثمان شهور في البيت وتيجي تقول لي ان احنا هنكمل بنفس شروط المسابقة كلام ده يعني ده كلام غير منطقي كلام ده غير منطقي ومحدش هيباله غير منطقي وفي الجلسات اللي عملها اللجنة الخماسية مع رؤساء الأنادية حددوا وحطوا النقط على الحروف بالنسبة للهبوط ما فيش هبوط هذا الموصف طبعا ده كلام ده يعني حصري لبرنامج كورت البلد طبعا احنا انا واحد من الناس بتمنى الكلام ده لان الكلام اللي هم بيعملوه ده غير منطقي وتقريبا غير مدروس ان هم يخلوا اللعيبة تقعد ثمان شهور بعد كده عايز تعمل لهم فترة اعداد تانية عشان هيلعبوا انا باقي عندي مثلا ثلاث مطشاط فالموضوع ده صعب جدا تمام سازن حضرات بقى معانا حصر كده من نادي بيلا معانا زميننا مينة وديع مراسلنا في قفر الشيخ ونادي بيلا يقول لنا عن نتيجة مباراة بيلا اليوم اهلا بيك يا كابتن مينة تحياتي لك يا كابتن محمد عبدالنبي براحة بمحضرتك وبذيوفك الكرام يمكن نحن وانا في ملعب نادي نفرون يمكن انتظر شوت المباراة الاول بالتعادل اللي جابي واحد واحد بين نادي بيلا والنادي الأولمبي يمكن تقدم فريق بيلا بها دفت في الديقة الثالثة عن طريق اللعب منصفة كشري ونجح فريق الأولمبي في دراك التعادل عن طريق اللعب محمد كريسبو في الديقة 13 تمام تقدم مليك كفر زياد على بلدية المحل بهدف نظيف بملعب البلدية تقدم غز المحل على الرجاة بملعب الرجاة بهدف نظيف تقدم فرقه على المنصورة بهدف نظيف وتقدم أبو إيري الأسميدة بهدفين نظيفين على نادي الحمان تمام يعني الأرض ما تلعبش مع أصحابها بالضبط يمكن نقول الأرض بتلعب ضد أصحابها النهاردة بشكل كبير في شوت المباراة الاول يمكن يكون شوت المباراة تاني ليه رأي تاني ان شاء الله شكرا يا كابتن مينا وبنشكر زميلنا مينا وديع مراسلنا في كفر الشيخ وبنتابع مع حضراتك وأول بول يا كابتن ماجد حصريات لكرة البلد نتائج من أرض الملعب مباشرة يعني بنقول لأعزائي المشاهدين ما تروحش في أي مكان تاني تابع كرة البلد هتلاقي الجديد والحصري لحظة بلحظة هنتابع مع حضرتك بالنسبة للقسم التاني كده المجموعة اللي تلعبت مجموعة الصعيد معانا مارينا جمال كده تعرض لنا على الشاشة نتائج المجموعة الأولى اللي تلعبت يوم الأحد ويوم الاثنين نتيجة صهاج تفوز على تلفونات بنسويف واحد صفر والمينيا يفوز على الفيوم اثنين واحد وشبان قنى يخسر على أرضه من البنك الآلي صفر اثنين وبنسويف يفوز على ديروت خمسة اثنين والألمونيوم في مفاجأة كبيرة يتعادل مع طاطة اثنين اثنين بترول أسيوت يفوز على الإعلاميين اثنين صفر يعني كان فيه منافسة شرسة في هذه المجموعة كابتن ماجد منافسة ربعية لكن بعد هذه الجولة يعني بدأت الأمور تتحسن بين بنسويف والبنك الآلي بنسويف 38 نقطة والبنك الآلي 38 نقطة يأتي بعدهم الإعلاميليوم 33 نقطة شبان إنه 31 نقطة طبعا كده هي الأمور هديت في المجموعة دي شوية وبدأت أن هي تبان الرؤية بتاعتها هتبقى المنافسة شرسة المطشاط اللي جاية بنسويف فريق كبير وممكن نشوفه قريب جدا في الدورة الممتازة فعلا يعني البنك الآلي صعد من القسم الثالث السنة اللي فاتت ومحقق المفاجأة حتى الآن هو يعتبر الحصان الأسود للمجموعة تمام يعني بنسويف بقيادة الكابتن حسن موسى والبنك الآلي بقيادة الكابتن عيد مرازيل لاثنين عامنين موسم هاي لاثنين عامنين موسم كويس كل واحد فيهم كسبان 11 مطش وتقريبا نفس النتائج وتعادله 5 مطشات وتهزم ومطشين طيب ممكن تقول لنا ترتيب المجموعة كده يا كابتن ماجد هو المجموعة دي بنسويف أول المجموعة 38 نقطة تمام البنك الآلي برضه بنفس النقط 38 فرق بينهم الأهداف الألمونيوم 33 شبان إينا 31 بوترول أسيود 27 سوهاج 25 تليفونات بنسويف 23 المينيا 22 الإعلاميين 19 والفيوم 18 وطهطة 11 هي وضيروت تمام يا كابتن ماجد ندخل عزيزي المشاهدين للمجموعة التانية للمباريات اللي بتتلعب حتى الآن في منافسة سلاسية في هذه المجموعة سيراميكا كلوباترة بيحتل المركز الأول برصيد 32 نقطة بقيادة الكابتن هيسم شعبان بيأتي في المركز الثاني فريق الداخلية بقيادة الكابتن علاء عبد العال 31 نقطة ثم بيأتي بيتروجيت بقيادة الكابتن هشام زكريا 29 نقطة مباريات اليوم الداخلية مع منتخب السويس والداخلية خسران من منتخب السويس 1-0 حتى الآن سيراميكا كلوباترة وكوكاكولا بيتروجيت واترسانة الزرق مع القناة وجمهورية شبين مع النجوم والناصر مع المريخ البورصعين وجيت نظر حضرات في هذه المجموعة أيضا المجموعة دي كانت الدور الأول فيها حاجة غريبا سيراميكا كان متفوق وكان فارق كبير تقريبا بينه وبين الثاني 8 نقط بعد الدور الثاني لقينا الداخلية عمالها تطلع ولقينا القناة تشد حلو شوية بس لسه برضو في نص المجموعة بتتكلم ان الداخلية والسيراميكا هم تقريبا اللي هينفسوا بعض في المجموعة دي وغالبا يعني سيراميكا على ما أعتقد من وجهة نظر أن مطشطها أسهل شوية من الداخلية فابن سيزم حضراك حصري كده لكورة البلد حاليا بعد انتهاء الشيط الأول في كل الملاعب ده منهور خسرانة على أرضها من دي كيرنس 1-0 والرجاء خسرانة من غزل المحلة 1-0 وبيلا متعادل مع القلوم بـ 1-1 أبو إيرلي الأسميدة فايز على الحمام 2-0 وكفر الزيات في مفاجأة من العيار السخيل عنده خمس نقط مالية كفر الزيات فايز على بلدية المحلة 1-0 المجموعة الثانية اللي هي مجموعة القاهرة السويس فايز على الداخلية 2-0 والنصر والمريخ والتعادل 0-0 سيراميكا كلوباترا محقق الفوز على كوكاكولا 1-0 والزرق والقناة 0-0 وأيضا يعني جزل المحلة بيتقدم على الرجاء المطروحي فيه مطروح 1-0 يعني كل النتائج حصري حتى الآن لكرة البلد إن شاء الله الاهتمام كويس وبين وهي المفروض إن إحنا نهتم بالمجموعة المجموعة كلها ونهتم بالقسم الثاني كله المطشات كلها قوية تحس إن هما رجعين فيه من إسمعالية شايف القناة والمريخ القناة كان بداية الموسم كان بنافس على الصعود ثم روايدا روايدا رجع لنوص الجدوى بالرغم إن فريق القناة صارف مصاريف يعني أنا أسمع إن العقود بتاعت اللعيبة عقود يعني عقود عالية جدا جدا بالنسبة لأندية القسم التاني هو قناة الموسم اللي فات كان ناهي إن هو تاني المجموعة فرق بينه وبين الصعود نقطة واحدة للأسف حصل تغييرات كبيرة تغيير مدير فني تغيير جهاز كامل جابوا برضو جهاز فني كبير بقادة كابتن حمزة الجمل وكابتن محمد حمص وكابتن إيكا بس للأسف مجموعة اللعيبة اللي جابوها ما كانتش بالقدر اللي هم يقدروا يشيله نادي القناة ونادي القناة بقاله فترة بعيد إحنا مش عارفين ليه يعني برضو المفروض على إمكانيات نادي القناة وهي قناة السويس إن نادي القناة يكون في مكانة أفضل من كده لأنه تقريبا ما بيعتمدش على أبنائه خالص يعني برضو هو القناة تشوف المدربين اللي موجودين يعني كابتن تامر مصطفى قدلوقتي مش ابن نادي القناة طفين ولاد نادي القناة فين أبناء اسم عليها لو الناس دي موجودة في النادي هي أكتر ناس ممكن تحب النادي ويتخافة عن النادي يعني كابتن علي يحيا كان موجود السنة اللي فاتت مع الجهاز مع كابتن أبو طالب العسوي مع كابتن عاطف كانوا عاملين شغل كويس وكانوا عاملين حاجات كويسة بإمكانيات أقل من كده طيب من الغربية معانا سريعا كده الكرة البلد يعني فكهة القرى المصرية وفكهة المراسلين ومعانا كابتن عبدالنبي النادي أهلا بيك كابتن عبدالنبي كابتن محمد متشكرين على الكلام الجميل اللي أسلك قلبي لك كل التحية والتقدير برحب بحضرتك برحب ببرنامج كرة البلد اللي بيسعد كل رياضيين البلد سواء في مصر أو خارج مصر برحب بضيفك الكريم كابتن ماجد سلامة يمكن يعني كابتن محمد اسمح لأقول لك أن مالية كابر الزياد يوني الشوط الأول أمام بلدية المحلة بمفاجأة من العرص سكيل متقدما على البلدية بهدف نظيف يعني يمكن دي مفاجأة الشوط الأول في جميع مباريات الممتاز به بعد استئناف الدوري زي ما حضرتك عارف بيقود بلدية المحلة كابتن رمضان السيد له 22 نقطة في المركز السامن ومالية كافر الزياد في المركز قبل الأخير خمس نقاط بيقوده الكابتن أيمان مجدي اللي بيلعب النهاردة بكل الناشئين ربما بعض العناصر من الفريق الأول لأن لعيب الفريق الأول ما رجعوش بعد كورونا اللي زي ما حضرتك عارف وكابتن مجد عارف أن دارة نادي المالية بيصرفوا لكل لعيب في الشهر 150 جنيه يعني كان الله في عون لعبي مليك كافر الزياد ولكنهم يستحقون تحية وتقدير جماهير بلدية المحلة القليلة اللي هي متواجدة في ملعب بلدية المحلة كابتن عبد النبي احنا بنبارك لفريق غزل المحلة متقدم على الرضاق المطروحي حتى الآن واحد صفا بالتأكيد غزل المحلة يعني اللاعب محمود صلاح سجل هدف المكسب في دقيقة 18 من أحداث الشوط الأول يمكن أنا مش عاوز أقولك في مدينة المحلة الكبرى طالعة الصناعة والرياضة الكل سعيد بهذا المكسب اللي يمكن الكابتن خالد عيد وضع شعار اخدم نفسك بنفسك ويمكن الكابتن خالد عيد لما قلت له قول تصريح لبرنامج كرة البلد الزميل الإعلامي محمد عبد النبي قال إن أنا بخدم نفسي بنفسي ما ببصش لنتاج الفرق الأخرى وإن شاء الله جمهور غزل المحلة يا كابتن عبد النبي يعني عمل إيه لما فريق دي كيرنس متقدم على دمانور في دمانور 1-0 بالتأكيد إيه يا فرحة يا كابتن فرحة ويمكن برضو إن أنا بحي من خلال برنامج كرة البلد بعد الجماهير 15 اللي هم سفروا من المحلة الكبرى إلى مطروحة كابتن يعني طول الليل هم في العطر كابتن عبد النبي النادي لسه عندنا الشوت التاني أنتابع مع حضراتكم أول بول لحظة بلحظة كل النتائج كل الحصريات في كرة البلد وكرة البلد في كل بيت في البلد شكرا لزميلنا المحترم كابتن عبد النبي النادي كابتن ماجد يعني رأي حضراتك في النتائج حتى الآن والله هو نادي غزل المحلة يعني المفروض هيبقى في مكانه الطبيعي إنه هو هيصعد فده مكانه الطبيعي اللي هو الطبيعي بتاعه فوق مش تحت تمام وبالنسبة لمالية كفر الزيت إنه هم بيصرفوا اللعبة كده طبعا أنا لازم يعني لازم إحنا نتكلم في النقطة دي هم بلعبوا بالناشين يا كابتن ماجد الوقت اللي إنه الفرقة يعني خمسة بونط من بداية الموسم ما هو يا فندم لازم إحنا نتكلم في النقطة دي إيه الدعم اللي بيقدمه اتحاد الكرة للأنديها دي تمام وإنت عارف إن لعيب الكرة بيبقى أكل إيه شوف من الكرة آآ فهي يعني معلش كل النادي هيصرف إزاي ما فيش الدنيا كانت واقفة واتحاد الكرة حتى ما فكرش يساعد الأندية دي خالص فإحنا يعني من هنا إحنا بنتكلم إن فيه تقصير من فوق وكده إحنا لا بد إن يكون إنك دعم من وزارة الشباب ورياضة وأيضا من الاتحاد المصري لكرز القدم لأندية القسم الثاني والثالث والرابع طبعا طبعا لازم يكون فيه دعم لإن إحنا الموضوع ده هيخلي إن إنت بتقضي على حاجات كتير يعني مش بس إن إنت بتكلم على لعب الكرة أو أكل إيش لعب من الكرة لا إنت هتخلي إنه هو ما يتجهش الحاجات تانية وبعدين إنت عندك ناشئين برضو بتصرف من خلال الأندية إنت بتطلب إن إنا أصرف على الناشئ عشان أبنيه عشان ما يطلعشه من حرف عشان 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 كل ده إنت عايز تبني مستقبل لأجيال منين من غير دعم؟ لأن ده إمكانياتها ضعيفة ما فيش فيها استثمار طيب نطلع بقى لإسكندرية معنا زميلنا حسن ضاحي من إسكندرية أهلا بيك يا أبو علي أهلا بيك الزميل العزيلي أعلام المتميز محمد عبد النبي واليوم الكرام ويعني كرة البلد وعودة لحياة لملات المظاليم مرة أخرى آخر النتائج عندك أبو علي إيه حتى الآن؟ يمكن من ملعب ساحة مطروح وسط أجواء حمسية من بعض مشبعي دعيم الفلاحين نادي غزل المحل حضره لمئات الكيلومترات من أجل مؤذرة غزل المحلة ويعني يحفوهم أمل كبير للعودة للدول الممتاز دول الأضاء وشهر بالكيادة الكابتن خالد عيد غزل المحلة ينهي الشوت الأول متقدما بهدف محمود صلاح وإدارة تحكمية لحكم الساحة الكابتن محمد السيد فقر يمكن وصلت سيطرة ميدانية لفريق غزل المحلة وكاد أن يحفوز يمكن هدف تاني ولكن انتهى الشوت الأول بتقدم بهدف وحيد لغزل المحلة على نادي الرضاع المطروحي تمام شكرا لزميلنا حسن ضاحي من اسكندرية أعزائي المشاهدين نرجع مرة تانية بنتابع مع حضرت أول بأول معنا مرسلين من كافة ربوع مصر بيتابعوا معنا نتائج لحظة بلحظة من أرض الملعب في كل الملعب المصرية ندخل على المجموعة الثالثة يا كابتن ماجد مجموعة بحري واسكندرية الصراع فيها رباعي على قمة المجموعة من أجل نيل بطاقة واحدة للصعود للدور المصري ده منهور بقيادة الكابتن أحمد عشور 33 نقطة غزل المحلة بقيادة الكابتن خالد عيد 32 نقطة فرقه بقيادة الكابتن كبال فريد 32 نقطة المنصورة بقيادة الكابتن ياسر عبد الواحد 30 نقطة شايف يعني فرصة مين للصعود للدور المصري هو طبعا المتصدر غزل المحلة وهو اللي مش أعمل على ما أعتقد أنه مش هيفرد في الصعود السنة دي تمام وأنا زعلان على نادي المنصورة اللي هو في ده مش مكانه المفروض أن الناس تهتم أكتر من كده المنصورة يا مقدم لنا لعيبة كتير نجوم كبار لعبه دوري ممتاز ولعبه منتخب مصر نتمنى أنه هو يرجع برضو لمكانه الطبيعي أنديه كتير موضوع اختلف فيها برضو إحنا بنتكلم عنها فرقه السنة دي برضو مش في مكانها الأولمبي برضو فرقه فايز على المنصورة في المنصورة 1-0 والمباراة متوقفة حاليا نظرا لاعتراض لعبي المنصورة على الحكم الدولي إبراهيم نور الدين بطلبه بركلة جزاء لكن حكم المباراة أشار باستمرار اللعب والمباراة متوقفة حتى الآن في المنصورة الموضوع صعب جدا منصورة مش في مكانه وده حاجة مزال لنا نسيب المنصورة واسكندرية والغربية ونطلع على دميات معنا زميلنا المرسلنا أحمد مجاهد أهلا بك أبو حميد اتحياتي كبير محمد عبدالنوي واتحياتي لكل الجزء الكرام هنا من استدرس البرغ يوز مازال التعادل السلبي بين فريقي الزرق وفريق القناة المهاردة فريق الزرق بيحسن موقفه في الجدول صاحب التسع نقاط في المركز الاثناشر وأما فريق القناة صاحب 22 نقطة في المركز السابع هناك يعني شاهدنا في الصوت الأول اللي انتهى بالتعادل السلبي أن فريق الزرق كان قادم بأكثر من كرة على منطقة جزاء فريق القناة ولكن فريق القناة تحدى بالمنطقة الدفاعية حتى لا يصل لعب الزرق إلى الشباك بكرتهم وكذلك الأمر أكثر كرة في اللقاء اللي تصدت لها القائم والعارضة لمرمى فريق القناة شاهدنا تلك الكرة وفريق الزرق كان قادر على التسجيل بهذه الكرة ولكن القائم هو ما تعرض لها هذه الصورة وأخرجها خارج أرضية المنعب من حكم المباراة كابتن أحمد حكم المباراة مين؟ كابتن أحمد جمال حكم الساحة وكابتن أحمد عيس المساعد الأول فهم الجروان المساعد الثاني نصر مطر الحكم الرابع شكرا لزميلنا المحترم المعلق الرياضي أحمد مجايد من ضميات اللي في مباراة الزرق والقناة ما زالت النتيجة التعادل السلبي 00 بنتابع مع حضرك وأول بأول وكل الحصريات من خلال كرة البلد كابتن ماجد سلامة يعني ليك باع كبير في السحيرة المستديرة كرة القدم يعني إزاي أنت حضرك يعني كمستثمر أو راعي لفرق إزاي بتبص للاعب ومقاومات اللاعب المتميز يعني بتشوفها إزاي؟ والله واحنا الأول أنا بيبقى معايا الحمد لله الناس ليهم برضو باع كبير في المجال ما أنا باعتبارهم من صناع النجوم الناس دي مش أخد حقها في المجال كابتن حوضة فرج من الناس اللي هي عملت طفرة كبيرة في فرق ناشئين الإسماعيلي كابتن علي يحيى برضو عمل طفرة كبيرة في ناشئيننا دي القناة الناس دي برضو أنا بستعين بيها كخبراتها وكاسمها وفي المجال وفي مكانها هم معايا بيساعدونا معايا مجموعة كبيرة كابتن محمود سامنا كان بيقود الفرقة معايا السنة اللي فاتت برضو طبعا إحنا دخلنا في الموسم متأخر شوية ما قدرناش نبص على اللعيبة كويس بس الحمد لله ربنا قدرنا واجبنا لعيبة كويسة في الدور التاني عندنا لعيبة ممكن تلعب دوري ممتاز عندي كذا لعيب أخدته من الإسماعيلي وعندي لعيب من ناشئين القناة لعيبة دي برضو دي مش في مكانها يعني من وجهة نظر إن هي تلعب على اللعيبة اللي موجودة دلوقتي دول الحاجات دي اللي بتساعدنا إن إحنا نختار كويس وإن بنبص بعيننا وبنبص إن إحنا ممكن اللعيب دا نستفاد منه إزاي وإن إحنا إزاي نطوره هل هو بيساعد نفسه على التطوير ولا لأ هو عايز يلعب ولا لأ هو بيدور طموحه بتوديه لغاية فين عندي لعيبة ناشئين كويسة جدا برضو أخدينها المفروض إن هي إن شاء الله في خلال سنتين هتسمع عنها سمع كويس إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله طيب حصر كده لكرة البلد مباراة بترو جيت والترسانة ما زالت النتيجة التعادل السلب صفر صفر ومباراة جمهورية شبين والنجوم جمهورية شبين متقدمة على النجوم واحد صفر أعزي المشاهدين يعني إحنا بنتابع مع حضراتكم الدوري القسم الثاني بدأ يوم الأحد الماضي وكان هناك مباراتين مؤجلتين تم لعبهم أمس في المجموعة الأولى والنهاردة بتلعب المجموعة الثانية مجموعة القاهرة والمجموعة الثالثة مجموعة بحر واسكندرية تم تأجيل القسم الثاني لمجموعة الصعيد من يوم 25 إلى 26 وده الإسبوع التسعتاشر والإسبوع العشرين من يوم 29 إلى يوم 30 ده بالنسبة للقسم الثاني القسم الثالث إن شاء الله المباريات هتبدأ 10 عشر هتبدأ يوم 10 عشر 10 أكتوبر القادم إن شاء الله أما بالنسبة للقسم الرابع مباريات دور الترقى هتبدأ 1 أكتوبر ده بالنسبة معايا ومعاك يا كابتن ماجد زملنا أحمد جابر من جمهورية شبين أهلا بيك أبو حميد أهلا وسهلا بيك أبو محمد قولنا نتيجة جمهورية شبين ما زال متقدم على النجوم 1-0 ما زال التقدم لجمهورية شبين بهدف نظيف وأحراضه اللعب أيمن ساعة بالدقيقة 25 من عمر الشوت الأول ولسه حالا دلوقتي انفراض أيضا ضائم الجمهورية شبين كان الهدف الثاني الجمهورية شبين أنقذ ببراعة حارس مرمى النجوم الحارس محمد جمال ببراعة وكبار وما زال التقدم الجمهورية شبين بهدف نظيف حتى الآن بعد مرور 55 دقيقة من زمن المباراة الاستحواز لمين يا أحمد؟ الاستحواز والضغط لجمهورية شبين ويمكن فريق النجوم بيلعب على الهجمة المرتدة باستقلال سرعات الجناح الأيصر من الصفة جميل بيلعبوا على الهجمات المرتدة لكن الضغط والاستحواز لجمهورية شبين حكم المباراة؟ حكم المباراة طيب المباراة النهاردة حكم المباراة طريق سامي حكم ساحة منطقة الكاهرة خالد فسام مساعد أول محمد عبد الحليم مساعد ثاني ونور سعيد حكم رابع مراقب لجنة المسابقات الكابتن السيد رمضان شكرا لزميلنا أحمد جابر من جمهورية شبين شايف كابتن ماجد حكام دوليين اللي بدروا القسم الثاني يعني أسامي طريق سامي إبراهيم نور الدين أسامي كلها يعني الأمور مش طاعة تحت والمجموعات بقى فيها تنافس كبير فلازم الأمور تتحسم عشان محدش يبقى عنده حجة بالبلد كده تمام طيب في عجلة سريعة كده ناخد مع حضرتك القسم الثالث في كل مجموعة بالفعل كده بالنسبة للمجموعة الأولى منافسة شرسة جدا بين كيمة أسوان 44 نقطة النصر للتعديل 43 نقطة ومركز شباب الزهراء 43 نقطة دول منافسة شرسة لسه للمتبقي لكل فريق مباراتية الأول مجموعة يصعد مباشرة للممتاز بيه دي بالنسبة للمجموعة الأولى شايف انت كيمة أسوان والنصر للتعديل لهم باع كبير في الممتاز بيه الممتاز هم هو المجموعات معظمها تقريبا فيها تنافس شديد في كل المجموعات حتى المجموعة اللي احنا فيها لكن فيه مجموعات يتحسمت زي المجموعة التانية قنة 50 نقطة وبعد كده قفت 41 يبقى قنة صعدت للممتاز بيه بالفعل في المجموعة التانية بنتابع مع حضراتكم كل المجموعات أسمنت أسيوت 45 نقطة في المجموعة التالتة صعدت بالفعل وفيه منافسة فيه المجموعة الرابعة عاملين غارب ومطرة واحد واربعين نقطة وبعد كده فيه الشرقية للدخان وشايفين المصرات الاتصالات منافسة شرسة جدا 59 نقطة و 56 نقطة في المجموعة الخامسة في المجموعة الستة منافسة أيضا شرسة بين السكة الحديد والبلاستيك السكة الحديد 50 نقطة البلاستيك 45 نقطة غالبا السكة الحديد في المجموعة السبعة بورتو و بورفؤاد والنوبة مجموعة اسماعيلية مجموعة كبيرة يعني مجموعة ضرب نار بورتو 52 بورفؤاد 50 والنوبة 49 نقطة كفر الشيخ صعدت للقسم الثاني بـ 59 نقطة بنعبيد صعدت للقسم الثاني 55 نقطة بعد كده سرس الليان 49 نقطة صعدت و منافسة بين سبورتنج و مياه البحيرة 56 و 51 نقطة قربت أو سبورتنج و دور الترق بتاع مطروح مع سينة و فرقة واحدة اللي هتصعد من هذه المجموعة يبقى كده الـ 12 فرقة اللي يصعده الممتاز بها في نهاية هذه الحلقة عاوز رسالة بتوجيها سريعا تقولي يا كابتن ماجي والله هو الرسائل كتير يعني أنا أول حاجة أن أنا زعلانة عن نادي الإسماعيلي و طبعا أنا مش حاجة عشان أنا أتكلم عن نادي الإسماعيلي فيه اللي يتكلم مكاني عن نادي الإسماعيلي بس لازم يعالجوا الأمور من تحت و من فوق نادي الإسماعيلي إداريا فيه مشاكل و قطاع الناشئين عنده مشاكل أكبر و دي لازم تتحل عشان نلاقي نادي الإسماعيلي في مكانه الطبيعي و نتمنى بقى أن اتحاد الكرة يشد حلو معنا و يشوف اللي هو بيعمله معنا و اللجنة الخماسية اللي بتعمله بالنسبة لقاحة الهبوط و الدعم اللي ما بيروحش للاندية نحن قولنا خلاص حصري كده ما فيش هبوط استنادي احنا نتمنى نشوفها رسمي يعني زي ما قالوا ما فيش تستكمل الدور و هينتهي المسابقة و هيبقى كل حاجة رسمي و كل حاجة واضحة قدام الناس في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين بنشكر ضيفنا النهاردة يعني الكابتن ماجد سلامة راعي فريق أبو شحاتة بالإسماعيلية أحد أندية القسم الثالث أعزائي المشاهدين بتعتذر عن الحضور النهاردة زملتنا صمر حسن نظراً لمرض والدتها نتمنى لها كل الشفاء و نتمنى لها أنها تقوب بألف سلامة إن شاء الله و بنشكر رئيسة التحرير المكتهدة جداً مارينة جمال و بنشكر مخرج الرواع محمد كيلاني بنشكركم أعزائي المشاهدين و إلى اللقاء في حلقة قادمة من كرة البلد كرة البلد في كل بيت في البلد والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر